بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة 208 لمجلس وزراء يتوجه مجلس وزراء بالشكر إلى جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستكبال الذي حضي به الوفد الفلسطيني الوزاري خلال زيارته لجمهورية مصر العربية نهاية الأسبوع الفائت وعلى ما لمسناه من مواقف مصرية مساندة وداعمة وحاضنة للحق الفلسطيني وللموقف السياسي الفلسطيني وأتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وأركان حكومته على تسهيل وإنجاح هذه الزيارة الهامة ونتطلع بكل ثقة إلى البناء على مخرجاتها لتعميق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في مجالات اقتصادية ومالية وتجارية وزراعية وتعليمية وصحية ودينية وقد تمخضت هذه الزيارة عن نتائج أهمها أولا مشاورات سياسية بيننا وبين جمهورية مصر العربية وثانيا تقديم الخبرة لإنشاء النافذة الموحدة لخدمات الاستثمار ثالثا تفاهم بين وزرتي الاقتصاد في البلدين في مجالات المواصفات والمقاييس ودمغ الذهب أربعة توقيع بروتوكول التعاون الزراعي بين البلدين بما يعزز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية الفلسطينية للسوق المصري واستيراد الأسمدة واللقاحات البيطرية وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والتعاون في مجال البحوث الزراعية وزيادة عدد المنح الدراسية بما فيها منح للطب البيطري أيضا الموافقة على النظر في زيادة الخصم في المصروفات الجامعية للطلبة الفلسطينيين خرجي الثانوية العامة في فلسطين وتوسيع الشريحة الطلابية لتشمل اللاجئين الفلسطينيين من حملة وثائق بلدان اللجوء وكذلك الموافقة أن تشمل نسبة الخصم الجامعات الأهلية وجامعات التكنولوجيا والمعاهد العليا أيضا بدء التحضير إجراءات الفنية والأمنية لتفعيل خدمات الجوال الفلسطيني في مصر وكذلك تدريب عدد من مدراء تكنولوجيا المعلومات من موظفي الدوائر الحكومية على متطلبات حوكمة البيانات للبدء برقمنة الحكومة كذلك تدريب عدد من مدراء التحطيط وقياس الأداء والجودة في القطاع الحكومي الفلسطيني أيضا دورات تأهيل الأئمة ودورات الواعظات مع وزارة الأوقاف المصرية وتوفير 150 منحة من الأزهر الشريف بمختلف التحصصات من طب وهندسة وعلوم دينية وغيره بما يشمل شهادة الماجستير والدكتوراه الموافقة على تدريب 20 طبيب فلسطيني سنويا في المستشفيات المصرية تشكيل لجنة فنية لدراسة إيصال التيار الكهربائي من مصر إلى قطاع غزة وتشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات للاستفادة من برامج إعادة الإعمار الممولة من جمهورية مصر العربية في قطاع غزة وكذلك إعادة النظر في مخرجات ومدخلات معبر رفح التجارية والبشرية وكذلك الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة فلسطين في سبتمبر القادم وزيارة وفد من رؤساء الجامعات المصرية إلى فلسطين من جانب آخر تمر علينا اليوم الذكرى 56 لنكسة حزيران عام 67 والتي احتلت إسرائيل خلالها الأراضي الفلسطينية في الضفة بما فيها الكدس وقطاع غزة منتهكة بذلك القوانين الدولية التي طالبتها بالانسحاب الفوري إلى حدود الرابع من حزيران ولا زالت إسرائيل تمارس إرهاب الدولة المنظم وتواصل ارتكاب جرائمها بحق أبناء شعبنا وتعمل بممارساتها على تقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الكدس ونؤكد على أن كل تلك الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ولا زالت ترتكبها بحق شعبنا لن تثنينا عن الاستمرار في النضال حتى نيل حقوقنا الوطنية بالحرية وتجسيد الدولة وحق العودة باسم مجلس الوزراء أتمنى لأبنائنا في جميع مدارس الوطن والشتات والبالغ عددهم نحو 88 ألف طالب وطالبة والذين سيتوجهون إلى مقاعد امتحان الثانوية العامة التوجيهي يوم بعد غد الأربعاء بالتوفيق في الامتحان وأتقدم من جميع أركان الوزارة بالتحية والتقدير على ما بذلوه من جهد حثيف لتهيئة الظروف المؤاتية لإنجاح الامتحان أيضا يرحب مجلس الوزراء بالتقرير الذي أعده 21 من رؤساء البعثات الأوروبية لدى فلسطين والذي أكد على خطورة المخططات القانونية والإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخ القائم في القدس وإرهاب المستوطنين ومختلف إجراءات الاحتلال من توسيع استيطاني في القدس الشرقية وهدم منازل والاعتداءات على الأماكن المقدسة والتضييق على التعليم والمدارس وغيرها الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني في المدينة ندعو الحكومات في دول الاتحاد الأوروبي إلى أخذ هذا التقرير على محمل الجد وتحمل مسؤولياتها في لجم هذه الإجراءات ومساءلة دولة الاحتلال عنها بموجب القانون الدولي يرحب مجلس الوزراء بمواقف الدول التي شاركت في مؤتمر المانحين لوكالة الغوث التي أكدت على الدور الهام للوكالة من أجل تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين ويرحب كذلك بالتعهدات المالية المعننة في المؤتمر ويؤكد مجلس الوزراء أن استقرار ميزانية الأنروة يتطلب تأمين تمويل كافي ومستدام من الدول المانحة ويدعو الأمم المتحدة وأمينها العام إلى زيادة مساهماتها المالية من ميزانيتها العادية لدعم ميزانية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يناقش مجلس الوزراء اليوم تقارير أمنية ومالية والأمن السبراني ونظام شحن المركبات الكهربائية والرعاية الصحية المدرسية لمدارس القدس ومشاريع في البنية التحتية وصندوق تدوير الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشكرا